نختم بقى مراجعة الضريبة على ايرادات النشاط التجاري والصناعي بالتمرين الكبير ده ما بقولش انه يجيلك تمرين كبير كده بس يبقول كمان انه ممكن اي بند من البنود دي تجيلي في اي تمرين اخرى كنا نعرفها وعرف وضعها ايه يبقى ده تمرين بيعلمك ويخلصلك النشاط التجاري والصناعي تمام كده تمام يلا كده نبدأ صف الربح المحاسبي سبعين الف انا هخلي الصفحة دي للي يضاف والصفحة دي للي يخصم كأنهم تحت بعض تمام تتضمن مصروفات المنشأة تحت كلمة تتضمن دي اكتب يعني الممول خصم هزيه المصروفات اه يعني الممول خصم هزيه المصروفات حضرك بقى تشوفها التمرين ده طبعا يا جماعة في صفحة 13 تتضمن يبقى دي مصروفات خصمها الممول انا شوفها لو من حقه يخصمها اقول له لمعالجة لو مش من حقه يخصمها اضفها اقرأ تبرعات 500 للفقراء قلنا تبرعات للفقراء تضاف نهائيا غير معترف بها 500 تمام طيب قال لك 7300 مدفوعة 700 مدفوعة لبنك الناصر 700 مدفوعة لبنك الناصر دي واجبت خصم تبرعات لبنك ناصر تخصم بالكامل وتم خصمها يبقى لها معالجة شكرا شرطة اللي هم السبعمية دون تمام الباقي لجمعية الهلال الاحمر تبرعات اهو لجمعية الهلال الاحمر تضاف مؤقتا لجاية ما نوصل للعشر على مية وعشر تمام طب اجيبها ازاي هي التبرعات كلها كام يا مستر التبرعات كلها 2500 ناصر خدت منهم 500 زائد 700 يبقى البيع 1300 اهو تمام كده مستر اللي بعد كده خسائر بيع اوراق مالية مقايدة بالبرصة اولا ارباح بيع اوراق مالية مقايدة بالبرصة دي معفر من الضريبة يبقى لما يخسر مخصمها لوش الخسائر انما لو كانت غير مقايدة بالبرصة يبقى الارباح تضاف يبقى كده الاوراق المالية تلخصها هون ايراد اوراق مالية لو كانت مقايدة يبقى ارباحها لا تخضع للضريبة ما بتخضعش وبالتالي خسائرها لا تخصم طيب لو كانت غير مقايدة بالبرصة يبقى ارباحها تخضع للضريبة وبالتالي خسائرها تخصم بس هي ده ارباح مقايدة وخاصم خسائرها هو ما نضيفها اهو خسائر اوراق مالية مقايدة بالبرصة دي غير معترض بيها كام يا مستر خمسمائة جنيه بس الفين جنيه فوائد قرد من منك مصر لتمول شاء تستنى انا قلتلك لسه ان القرد لازم يكون مستخدم في النشاط انما شاءته دي عند نفسه ده حاجة شخصية يبقى ما اعترفش بالفايدة دي يبقى فوائد قروض شخصية كام يا مستر محمد الفين جنيه تضاف طيب تسعة تلاف جنيه اهلاك قلاته معدات وانت مغمض اللي حسبه الممول كاهلاك ما تنعترفش به هقومج اقول له هنا كده اهلاك محاسبي للآلات والمعدات تسعة تلاف انما تيجي هنا تقول له يخصن اهلاك آلات مشترى هو شرق آلات بتمانين الف اش كده هقول واحد اهلاك معجل اهلاك ايه يا ولاد معجل يبقى تمانين الف في تلاتين في المية لاربع وعشرين دي تتخصم اتنين الباقي تمانين الف ناقص لاربع وعشرين الف يبقى ستة وخمسين الف اجمع على الباقي ده اساس الاهلاك اللي في المسألة كان آآ اربعتشر الف اهو يبقى اساس الاهلاك كله ده في التمرين في واحد واحد يبقى اساس الاهلاك كله سبعين الف اساس الاهلاك العادي يبقى هضرب سبعين الف في خمسة وعشرين في المية يديني سبعتاشر الف وخمسمائة اهو يبقى انا ضفت له الاهلاك الغلط وخصمت له الاهلاك الصح شكرا طيب بعد كده خمسمائة جنيه ضريبة مباني على العقار المملوك المنشوعة والمؤجر ماشي آآ آآ للغير بإيجار شهري ماتين وخمسين جنيه اولا ضريبة المباني ضريبة العقار تكاليف تخصم وتم خصمها يبقى لام معالجة مناش دعوة به انما هو قال لي هنا ارادة العقار بمتين وخمسين جنيه ارادة العقار بي كان بمتين وخمسين يبقى هضرب بين متين وخمسين في اتناشر هلاقيهم تلات تلاف جنيه طب هو مسجل تحت يا ولدس جنيه بالإرادات إرادة مباني تلات تلاف سبعمائة وخمسين او ما اقول له كده إراد المباني اللي هو العقار بيسام ماتين وخمسين في اتناشر بتلات تلاف المفروض يسجل تلات تلاف ناقص المسجل تلات تلاف سبعمائة وخمسين يبقى ده اسمه إراد مقدم لا يخضع للضريبة عشان كده اقسم اللي بعد كده ستة لاف جنيه ديون معدومة أولا الديون المعدومة دي لازم يتخذ بشأنها إجراءات قانونية ويمر عليها 18 شهر ده قانون عشان اعتبرنا التكاليف رجبها تخصم تب شوف كده هو مر عليها كم ولكن المنشأة لم تفهم بالرغم النورور 12 شهر يبقى ما مرش الله 12 شهر بس أقول له لا دي ما تعتبرش اليوم معدومة يبقى ديون معدومة لم ينضي عليها 18 شهر 6000 جنيه تضاف طيب بعد كده قصة تأمين على حياة الممول ما يزيدش عن 3000 أقوم أقول كده قصة تأمين على حياة الممول كان يا جماعة 3500 الأقصى 3000 يبقى أنا أضيف الزيادة يبقى أنا أضيف الزيادة بس كده انزل باع على الإرادات فوقت باع بالتقصيد ده إراد يخضع للضريبة يبقى لا معالجة توزيعات أسهم من شركة مساهمة ده مهف من الضريبة وهتشوفها عفيز ديالوقت فوائد ودايع ببنك مصر ده مهف من الضريبة وهتشوفها عفيز ديالوقت إراد مباني خلاص احنا خلصناه يبقى هجمع دول كده هلاقي المجموع بتاعهم 19800 زائد السبعين ألف يديني إجمالي 89800 أهو إجمالي ماشي هعمل كده هجمع دول كده هلاقيهم 42250 هترحهم من 89800 يديني صافي الإيراد أو صافي الربح قبل خصم التبرهات صافي الربح قبل خصم التبرهات كان يا مستر الرقم اللي هيطلع 47550 أقول يخصم تاني يبقى دي الخصمية الأولى ودي الخصمية التانية يخصم 47 تبرعات 47550 في 10 على 110 47 4333 4333 التبرعات المدفوع 1300 فاكرينها اللي ما ضفتها مؤقتا يبقى أخصم الأقل يبقى أخصم إيه جماعة الأقل تمام كده تمام يا مستر محمد يبقى أنا أخصم هنا 1300 تبرعات أهم يبقى الباقي 46250 تمام حاجة أقول له هنا كده ده صافي الربح المعدل يخصم رقم 3 توزيعات أرباح أسهم دي معفا بـ-5400 وفوايد ودايع دي معفا بـ-6000 يبقى هقول هنا 10,000 وكام وخمسمية أخصمهم يبقى الباقي كاما أستاذ محمد خمسة وتلاتين سبعمية وخمسين ده وعاء الضريبة اوصف الربح الضريبي وعاء الضريبة يبقى انا هنا ضفت خصمت خصمية اولى قبل التبرعات خصمية تانية التبرعات خصمية تالتة توزيع ارباح الاسهم ويه فوائد ودايع دول كلهم معفين من الضريبة يبقى احنا كده خلصنا الحمد لله المشروط التجاري والصناعي كاملة من صفحة واحد لغاية صفحة تسعة ومعها صفحة تلات عشر